للحديث أكثر مشاهدين عن سير الانتخابات في لبنان معنا عبر الأقمار الصناعية من العاصمة بيروت السيد سعد كيوان الكاتب والصحفي والمحلل السياسي سيد سعد مساء الخير أهلا وسهلا بك معنا كيف تسير مجريات الانتخابات في لبنان حتى اللحظة وما هي أبرز التحديات التي تواجهها اليوم طبعا العملية الانتخابية تسير على ما يبدو بشكل جيد وهادئ لغاية الساعة وكانت طبعا الحملة الانتخابية طويلة وصاخبة وتخلالها كثير من الإشكالات وكثير من التجاوزات أيضا سواء بما يخص القانون بحد ذاته القانون الجديد والذي ما زال مجهولا لكثيرين كيفية التعاطي معه وكيفية تطبيقه وكيفية إتمام عمليات الفرز لاحقا وتوزيع المقاعد إضافة لأن العامل برأيي العامل الأساسي والظهر الأهم والأخطر وهي أنه تعاطي السلطة مع هذه الانتخابات يعني لم تكن فعلا السلطة حيادية في عمليات الإشراف وعالمية تنظيم هذه الانتخابات فقد سخرت كل ما لديها من قوة وأمكانات مادية ومعنوية وإجرائية سواء بدءا من الانتخابات التي جرت في الخارج المغترق الاغتراب أو عمليا في داخل لبنان التي ستجري بعد غد بالتالي يعني واضح أن هناك تفاوت بين من هو في السلطة اليوم يعني في الحكومة وفي رئاسة الجمهورية والدور الذي يقوم به ويلعبه ويحاول توظيف هذه المعركة لحساباته الفئوية وبين من هو عمليا يعني في موقع المعارضة ولكن هذا لا يعني أن هذا الصراع سيترجم بشكل حاد فيما بعد الانتخابات يعني هناك مرحلة جديدة سنتعرض لها لاحقا ولكن هذا الجو العام هو هذا الجو عشية الانتخابات هذا هو بهذا الشكل وبالتالي هناك أيضا شكوك وهناك أيضا ملامة كبيرة على كيفية إجراء هذه الانتخابات طيب سيستعد هذه أول انتخابات تجرى بعد إعلان حزب الله تدخل في الشأن السوري إلى أي مدى ذلك الإعلان وهذا التدخل في الشأن السوري من قبل حزب الله يمكن أن يؤثر على تواجد بهذه الانتخابات طبعا هذا في الجانب تكلمنا على الشق العملي والتنظيمي لإدارة الانتخابات في الجانب السياسي واضح أن هناك يعني رغم هناك في هذه الانتخابات وما سبقها من تشكيل حكومة يعني التي تدور الأمور حاليا ورئيس الجمهورية الحالي وهو العماد ميشيل عون هي وجاء نتيجة صفقة تمت في أواخر عام 2016 وهي صفقة تمت تسوية تمت بين يعني الطرف إذا شئتي نسميه الذي يعتبر نفسه ممانع وبالتالي هو يعني بين 8 أدار والحليف لنظام السوري والإيراني وبالتالي يشمل التيار الوطني الحر المعروف بالتيار العوني وحزب الله هذا الطرف أجر صفقة مع الطرف الآخر وهو تحديدا يعني التيار المستقبل وسعد الحريري والصفقة يعني قضت بأن يعود بأن يتم انتخاب مشارعون رئيس الجمهورية مقابل أن يعود يعني سعد الحريري للأسرة الحكومة هذه الصفقة اليوم تترجم عمليا في هذه الانتخابات أولا ترجمت في هذا القانون المسخ الذي هو نسبي بالشكل ولكنه ليس مسبيا على الإطلاق لأنه خلق حالي يعني هجيني وبالتالي أدخل كل الناس في بعضها البعض وفرط كل التحالفات وأصبحت كل الأطراف هي تخوض معاركة ضد بعضها البعض يعني حتى الحلفاء يخضون معارك في نفس اللوائح ضد بعضهم البعض ولكن هذا كان مقصودا وكان القصد منه للعودة إلى السؤال بالأساس كان القصد منه أن يتمكن حزب الله وحلفائه في لبنان من أن يحصل على قدر الإمكان على أكثرية أيضا يعني تمكنه من السيطرة على وضع مجلس النواب أيضا داخل القوى والطواعف الأخرى يعني من خلال شرزمة يعني السناء الشيعي هو متماسك وإنما الأطراف الأخرى بهذا القانون أصبحت مشرزمة فهناك الآن قوى سياسية سنية تصعد بوجه الحريري وهناك قوى سياسية أخرى تصعد بوجه الأطراف المسيحية وهناك طرف آخر أطراف درزية تصعد في وجه وليد جنبلاط وهكذا وهلما جرا وبالتالي شرزمة هذا اللوحة السياسية تمكن حزب الله من أن يحصل هنا وهنا وهناك على مجموعة من المقاعد التي تحسن وضعه لا يمكن أن يحصل على أكثرية صاحقة وإنما تحسن وضعه لكي يمسك بالتحالف مع الرئيس الجمهورية والطاير العوني أن يمسك بزموام السلطة فيما بعد الانتخابات سيد سعد خلال كلام حضرتك أشرت إلى أن هناك شكوك حول نتائج هذه الانتخابات برأيك ما أبرز هذه الشكوك التي تحوم حول نتائج الانتخابات في لبنان أولا الشكوك هي في كيفية تطبيق هذا القانون الذي كما قلت هو قانون هجين لم يستوعبه حتى الذين صنعوه وبدأوا يتنصر منه عندما اكتشفوا أنه قانون جدا صعب ومعقد وهو شرزم ليس وديمقراطيا أبدا شرزم الحياة السياسية وأجبر كل طرف أن يتحالف مع نقيضه يعني ليس هناك لوائح بين قوى سياسية تجمعها تجانس في السياسة وفي المواقف هناك لوائح تجمع الضاد يعني في السياسة يقف تقف على طرفين نقيض اضطرت أن تتحالف مع بعضها البعض كي تصل إلى البرلمان هذا أولا ثانيا بطبيعة الحال هناك عنصر المال هذا هو الخطر الأكبر والأساسي عنصر المال الألزي أغرق العملية الانتخابية وبالتالي هناك هجمة يعني ظاهرة جديدة هناك هزمة من رجال الأعمال على الانتخابات وبالتالي هناك أكسرية اللواح يوجد فيها رجال الأعمال في كل لائحة تقريبا يمول ويدفع لكي يصل إلى البرلمان يعني اليوم الخطر الأساسي هو أن لا نرى في مجلس النواب الذي مهمته الأساسية أن يشرع ويضع قوانين أن لا نجد هناك على الأقل ربع البرلمانيين هم من رجال قانون ومحامون يفهمون بالقانون لكي يضعوا بقوانين هناك ظاهرة رجال الأعمال وأكسرية رجال الأعمال هم مرشحون على لوائح السلطة وتحديدا الطيار الوطني الحر من لذلك أنا أتوقع وأخشى أتوقع أن يكون هناك أكثر من طعن سيحصل بالانتخابات من حيث هذه العملية التي هي غير سليمة من حيث هذا التزوير في تركيب اللوائح من هذا التزوير في عملية الاحتساب بكرة الأسوار بعملية حسب الاحتساب الكسر في الانتخابات على سلاسة مثلا سلاسين في المائة فاصل ستة كيف يحسب هذا الكسر فاصل ستة وكيف يحسب هذا الكسر فاصل خمسة وإلى من يذهب هذا المقعد نعم سيساعد بالتالي سنشهد عملية شبه فولكلورية بعد الانتخابات من قصة الطعون والتشكيك في نتائجها شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة حدثنا عبر الأقمار الصناعية من بيروت سيساعد كيوان الكاتب والصحفي والمحلل السياسي